اهلا بكم طلب التالتة اعدادي. اه النهاردة جاي مع امتحان جديد اه لمحافظة اسوان. اه عام الفين وعشرين الفين واحد وعشرين. اذا هما امتحانوه من ايمة يوم بالزرعة. تمام? اه طبعا احنا عارفين ان الاسئلة بتكون جزء جغرافيا وجزء تاريخ. فاول سؤال عندنا ان هو سؤال. اه اه الجغرافيا اللي هو سؤال الخريطة. وهنا مديني خريطة المانيا. واعاوز بعض النقاط فيها. طيب. اه اول حاجة بيقولي رقم واحد مسطح ماء. تمام? المسطح الماء اللي هو في شمال المانيا من ناحية اليمين اللي هو اسمه البحر البلطي. هنكتب البحر البلطي. بينما لو قال لي اه المسطح المائي اللي هو في النحية التانية في الجنب الغربي بتاعها. هقوله ده البحر الشماء. بحر ايه الشماء? بس هو هنا مش اولنا على ناحية اه اليمين او ناحية الشر اللي هي البحر البلطي. رقم اتنين عاصمة اقليم بافاريا. انا من غير ما بص على الخريطة انا عارف عاصمة اقليم بافاريا اللي هي اه ميونيخ. طيب. رقم تلاتة دولة نقاط. مشاولي هنا على اه اه غرض اه المانيا. اه بالنحية الشمالية منها. طبعا دي دولة كولن. اهم المواني اه طبعا دي مدينة تمبور. تمام? تعال نبس كده على الخريطة شوية. ممكن نركز على شوية. هنا واحد البحر البلطي. رقم اتنين ميونيخ. رقم اه تلاتة اللي هي اه اولندا ورقم ارباحة اللي هي ايه تمبور. تمام? طيب. نيجي على السؤال التاني بيقول. اه بما تفسر اه تحتاج الزراعة الكسيفة الى ايدي عاملة كثيرة. ليه? اه لانها تتم من خلال عمليات عديدة مثل بذر الحبوب والري وتنقية الحشاش. تمام? في ناس اه كتير جدا اتلغبطت في السؤال ده فتكتب لصغر مساحة لانها تحتاج الى الات ومايكانة زراعية. لأ ده مراش علاقة اخر. تمام? اه اللي ليه علاقة ان هي تتم خلال عمليات عديدة مثل بذر الحبوب والري وتنقية الحشاش. وهم بيحتاجوا عمال كتير جدا. طيب. رقم اتنين قلة عدد القائمين بحرفة الرعي البدائي في صحراء شبه الجزيرة العربية وبدأة الشام. هقول له بسبب توطين البدء وتضفق البترون. توطين البدء وتضفق البترون. فيه ممكن يجي لك سؤال تاني يقول لك قلة العاملين بحرفة الرعي في وسط اسيا. دي لها اجابة تانية. عام? يبقى هنا هنقول له بسبب توطين البدء وتضفق البترون. رقم تلاتة تعدي الصناعة الحديثة مكياسا لتطور الشعوب وازدهرها. لاني اه الدول الدول المتقدمة تأخذ بالاسليب العلمية وتطبيق الابحاث والتجارب في اه في الاختراعات. وتطوير المنتجات بشكل مستمر. وتطوير المنتجات الصناعية بشكل ايه? مستمر. تمام? اولا تاني اقول له بسبب لان الدول المتقدمة تأخذ بالاسليب العلمية الحديثة الصناعة وتطبيق الابحاث والتجارب في الاختراع وتطوير المنتجات الصناعية بشكل مستمر. بشكل ايه? مستمر. تمام? طيب. اه سوارة كامجين بيقول حدد اولى الدول انتاجا لكل من قصب السكر. اقول له طبعا البرازين. المطاطي الطبيعي دولة طايلاند. اه المطاط. المطاط الطبيعي هي بقى تايلاند. الحديد هي بتبقى الصين. والغازة الطبيعي الولايات المتحدة الامريكية. طيب. تعالنا ندخل على السؤال التاني بيقول اختار اللي جابة الصحيح من الباين القوسي. الف او راكم واحد. الغزاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم محصول. طبعا هيبقى القمح. من الدول الرئيسية المصدرة للاسماك. دولة اقوله طايلاند. هو هنا قال لي المصدرة. ماشي? طيب. في الدول المنتجة هتبقى الصين. لو قال لي المنتجة. طبعا هتبقى اللي جابة الصين. بس هو قال لي المصدرة. اللي هي عندها اسماك بس بتصدرها. هتبقى دولة طايل. طيب. وانشأت عدة موضل لتعمير هضبة البرازيل منها مدينة. هقول له. برازيليا. برازيليا. وكان الهدف من انشاء برازيليا. تعمير هضبة البرازيل لو ما هو ولي في السؤال. واعادة توزيع السكان في الدخل. ركم اربع يسود معظم دولة ناجيريا المناخ ايه? هل الاستوائي المداري البحر المتوسط الصحراوي? آآ جزء كبير او معظم دولة ناجيريا بيسودها المناخ المداري. معادة بس الاطراف الجنوبية هي اللي بيسودها المناخ الاستوائي. الاطراف الجنوبية بس. بس بقيت المانيا او معظم المانيا او المساحة الباقية دي مناخ مداري. عشان كده بقول يسود معظم دولة ناجيريا المناخ المدينة. السؤال الرقم به بيقول امامك رسم بياني تمثل احدى الموارد المعدنية. يعني معدن معين. استعين بالرسم للاجابة عن الاتف. ما الموارد المعدنة اللي يمثل رسم بياني. بصة جماعة انا لما بسط على هنا على الرسم البياني دوت. لقيت ان استراليا هي اعلى دولة في المنتج المعدن. طيب. ايه المعدن? طبعا نفكر مع بعض. ايه المعدن اللي استراليا. بيطبق قولة دولة العلم فيه. معروف ان هو البوكسايت. معروف ان هو ايه البوكسايت. فهكتب البوكسايت. خمام? طب ايه لها ميال الاقتصادية للموارد دوت? هقول له الخام الرئيسي لصناعة الالامونيوم. الخام الرئيسي لصناعة ايه الالامونيوم. طيب. هنا اقول قرات العالم المنتجة له. طبعا هنا السؤال الغريب يعني. انت ما نفعش تقول ايه? قولة قرات العالم المنتجة له. لان في كتاب مكتوب بقول للدول وفي الكارات هو مديني خريطة في الكتاب مدرسة كده موضح لنقاط بس مش موضح قوي فكان يفضل انه هو يعني كاتب الامتحاني لغير السؤال دول بس طالما هي تايلاند استراليا هقوله اسيا هقوله كارة ايه اسيا عشان دي كارة كبيرة وكيد بتنتقل بوكساين فانا من وجهة نظر ان السؤال ده مفروض ما يتحطش خالص سؤال رقم جيم كارن بينها كل من البرازيل ونجرة من حيث مناطق التركز السكان يعني فين السكان بيتركزوا في البرازيل وفين السكان بيتركزوا في المال في البرازيل بيتركزوا في الساحل الجنوبي الشرقي لوجود مدن رئيسية مثل رييدي جانيرو وصاوباول وكمان في مدن حديثة زي ميناوس وبرازيل حولهم تاني البرازيل يتركز سكان فيها في الساحل الجنوب الشرقي لوجود مدن رئيسية مثل ريدي جانيرو وصاوباولو ومدن حديثة زي ميناوس وبرازيل بالنسبة لنجيريا يتركز السكان في ثلاث مناطق مهمين جداً الغرب والسهول الشمالية وهذا بتجوز الغرب والسهول الشمالية وهذا بتجوز اقول له بسبب وجود الزراعة او الاراضي الزراعية تمام والمراعي الغنية والمعادل بسبب وجود الاراضي الزراعية والمراعي والمعادل تمام طيب ما مقترحاتك لزيادة الانتاج الحيواني في مصر اقول له تربية الحيوانات بالاعتماد على الاسليب العلمية الحديثة تربية الحيوانات الاعتماد على الاسليب العلمية الحديثة وتوفير الرعاية البيطارية للحيوانات اقول له تاني يبقى تربية الحيوانات بالاعتماد على الاسليب العلمية الحديثة وتوفير الرعاية البيطارية للحيوانات طيب السؤال هنا التاريخ بيقول السؤال الثالث امام خريطة لفلسطين اقرأ الخريطة ثم اجب عن الاسئلة التالية حدد من خريطة خريطة نتائج حرب فلسطين الف تسعمية تمانية واربعية هقوله احتلال اليهود على كل فلسطين معادة قطاع غزة تحت ادارة مصرية والضفة الغربية لنهر الاردن وبها قوات اردنية والقدس تم تقسمها بين العرب واليهود تمام؟ علوم تاني احتلال اليهود لكل فلسطين معادة قطاع غزة تحت ادارة مصرية والضفة الغربية لنهر الاردن وبها قوات اردنية والقدس تم تقسمها بين العرب واليهود سؤال رقم اتنين بيقوله وضح العلاقة بين هزيمة حرب فلسطين الف تسعمية تمانية واربعين وثورة تلاتة وعشرين يولو الف سعمية اتنين وخبسين اقول له ادى هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين الف تسعمية تمانية واربعين الى قيام سورة تلاتة وعشرين يولو الف سعمية اتنين وخبسين ثاني يبقى قدى هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948 إلى قيام ثورة 23 يوليو 1952 سورة كام ثلاثة بيقول ضلل على صحة العبارة الآتية تعتبر هزيمة 5 يوليو 1967 مأساة عربية حيث احتلت إسرائيل على كل من الكدس العربية والدفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة وسيناء وهضبت جولان بسوريا حيث احتلت إسرائيل القدس العربية والدفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة وسيناء وهضبت الجولان بسوريا نيجي على صورة كام به بيقول اكتب كلامة صحة أمام العبارات الصحية وكلامة خطأ أمام العبارات غير صحية يعني مش طالب تصحية يعني تقول غلط يا صحي بس كان تنظيم الدباط الأحرار تنظيماً سرياً هقوله الإجابة صحة من إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 في المجال الاجتماعي جعل التعليم بالمجال الإجابة صحة تم توقيع معادل سلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979 برعاية صفيتية الإجابة غلط ولو عاوزين نصحح هتبقى برعاية أمريكية رقم أربعة من الأسباب الاقتصادية لثورة 25 يناير 2011 استمرار العمل بقانون التوارئ هقوله خطأ دي من الأسباب السياسية مش الاقتصادية يعني بدل الاقتصادية نكتب السياسية مرت الحياة النية باية في مصر بثلاث مراحل هقوله الإجابة صحة طيب نيجي سؤال الثاني بيقول رتب الأحداث التاريخية التي تعبر عنها الصور التالية حسب ترتيب حدوثة تاريخية الصورة الأولينية دي بتعبر مش عارف ممكن تكون واضحة ولا لا بس هكبرها شوية هي مش واضحة شوية بس دي تقريبا صورة 25 يناير وفعلا هي صورة 25 يناير والصورة الثانية دي بتوضح رحيل الملك فاروق عن مصر والصورة الثالثة دي لما رفعنا عالم سيناء فوق مدينة طابة طبعا الصورة الأخيرة دي يعني صورة بتعبر عن حرب أكتوب فأول حدث عندنا اللي هو هيبقى الصورة رقم اتنين هنكتب عليها رقم واحد دي أول حدث عندنا اللي هو رحيل الملك فاروق رقم اتنين هيبقى حرب أكتوبر 1973 ورقم ثلاثة هيبستعد الطابة هي الصورة اللي مرفعها على مصر دي على طابة دي ألف تسعمية تسعة وتمانين وآخر طبعا حدث اللي هو صورة 25 يناير اللي هو 2011 طيب السؤال الرقم به بيقول اللي من تنسب الأعمال الاتية أعلن البيانة الأول لثورة 23 يوليو 1952 أقوله محمد أنور السادات تولى القيادة العامة الموحدة لقوات المصرية السورية في حرب أكتوبر 1973 أقوله المشير أحمد إسماعيل ثلاثة أصدرت أول مجلة نسائية مصرية فبراير 1907 وهي رحانة أقوله جاميلة حافظ صار رقم جيم هنا بيقولي في فبراير 2019 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسوان كعاصمة للشباب الأفريكي بعد أن تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريكي من جديد لتعود مصر إلى حضن أفريكي مرة أخرى في دوق هذه العبارة أجيب عما يأتي واحد أكمل ما يأتي تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريكي في فبراير 2019 للمرة أقوله الثالثة تمامه كانت آخر مرة معروفة في عهد الرئيس الحالي لهو عبدالفتاح السيسي رقم اثنين وضح أهداف الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها مصر بعد عودتها لرئاسة الاتحاد الأفريكي أقوله تزليل العقبات التي تواجه العمل الأفريكي المشترك رقم به تشجيع دول أفريكية على أقامة مشروعات البنية التحتية رقم جيمت ربط الأسواق الأفريكية وتفعيل اتفاقية التجارة الحر هؤلاء تزليل العقبات التي تواجه العمل الأفريكي المشترك رقم به تشجيع دول أفريكية على أقامة مشروعات البنية التحتية رقم جيمت ربط الأسواق الأفريكية وتفعيل اتفاقية التجارة الحر رقم ثلاثة والأخير بيقول في رأيك كيف يمكن تعميق العلاقات المصرية الأفريكية أقول في المشاركة بإنشاء مشروعات البنية التحتية مع الدول الأفريكية وإقامة علاقات تجارية مع الدول الأفريكية ثاني أقول بالمشاركة في إنشاء مشروعات البنية التحتية مع الدول الأفريكية وإقامة علاقات تجارية مع الدول الأفريكية وبكده جماعة يكون حلينا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية محافظة أسوان لعام 2021 أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأتمنى لو فيه أي حاجة تكتبوا لي في التعليقات وأي استفسار أو أي حاجة أنا برد على طول وأتمنى كمان الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد وعلشان أقدر أنزل لكم حاجات جديدة إن شاء الله وبالتوفيق والنجاح لكل اللي هيمتحني إن شاء الله في مادة الدراسات شكرا لكم